من أيام النادي الأهلي برحب بحضراتكم وبشكر كل زملاء الحقيقة اللي كانوا حرصين على الصهر لمتابعة نتائج اجتماع مجلس دارة النادي الأهلي اللي انعقد اليوم الحقيقة وكان بيشمل أو متضمن عدد كبير من الموضوعات المهمة زي ما حضراتكم عارفين أنه بالتزامن مع هذا الاجتماع كان بتنعقد لجلسة فض المظاريف المالية الخاصة بحقوق الرعاية للنادي الأهلي واللي انتهت الحقيقة في وقت متأخر من الليل ومجلس الإدارة تابع لحظة بلحظة نتائج أعمال هذه اللجنة الأستاذ خالد برندالي أمين للصندوق ومع طبعا مدير التنفيذي الكابتن محمد مرجان ومجموعة من المسؤولين في النادي خلوني أقول لحضراتكم أهم قرارات مجلس الإدارة في هذه الجلسة المفتوحة والتي ستستكمل غدا بإذن الله الخميس 1 يونيا قبل الفطار يعني في تمام الساعة الثالثة يعني كالمعتاد بيتم التصديق على محضر الجلسة الماضي اجتماع مجلس الإدارة وأيضا تم التصديق على اجتماع المكتب التنفيذي هم كانوا اجتماعين الحقيقة الاجتماع رقم 19 والاجتماع رقم 20 في موضوع أو قرار مهم جدا لمجلس الإدارة بخصوص شركة الأهل الإنتاج الإعلامي المجلس وافق على توصية المكتب التنفيذي الخاصة برفع رأس مال شركة الأهل الإنتاجي الإعلامي طبقا لقانون الاستثمار الجديد إلى مبلغ 2 مليون دولار وده رقم كبير الحقيقة الهدف منه هو ضخ مزيد من الدعم لتطوير المنبر الإعلامي للنادي الأهلي في ظل المشروعات الكبيرة والطموحة المقدم ومقبل عليها النادي الأهلي في الأيام القادمة والتي انطلقت بالفعل وبدأت تؤتي ثمارها على الأرض في فروع النادي الأهلي المختلفة أيضا تم اعتماد قرار أو توصية المكتب التنفيذي مجلس إدارة النادي الأهلي اعتمد توصية المكتب التنفيذي الخاصة بتشكيل الأجهزة الفنية والهيكل التنظيمي الكامل للأجهزة الفنية للنشاط الرياضي وده في إطار معرضته اللجنة الخاصة المعنية بهذا الأمر برياسة الأستاذ محمد الغزاوي وبالتنسيق طبعا مع مدير النشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر كنا عرضنا على حضراتكم في المجلس السابق اعتماد مدير الأجهزة الفنية وكان تم الانتهاء منها المجلس في هذه الجلسة اعتمد كل تشكيل الأجهزة الفنية عددهم كبير حقيقة إن شاء الله يكونوا موجودين على الموقع الرسمي وهنزود قناة النادي الأهلي بيهم ويقدر زمل الصحفيين ياخدوهم لأنه عدد 510 ما بين مدرب وإداري وعلاق طبيعي وخلاف وحضراتكم عارفين النادي الأهلي يعني منظومة كبيرة ونتكلم عن أكثر من 12 ألف عضو رياضي بيمارسوا الرياضة في فرق مختلفة أكثر من 20 لعبة فردية وجمعية فالحقيقة عمل دقوب ونجاح إدارة النشاط الرياضي واللجنة النشاط الرياضي اللجنة العليا اللي مكلفة مجلس الإدارة في الانتهاء من هذا الأمر واعتمدوا مجلس الإدارة إن شاء الله زي ما قلنا لحضراتكم أنه هيكون فيه اجتماع غدا للمجلس لاستكمال أي أمور تتعلق أيضا بالأجهزة الفنية طبقا للهيكلة الجديدة لينتهي هذا الملف تماما طيب هاخد حضراتكم لملف آخر تم اعتماده وهو قرارات لجنة الكرة الأخيرة طبعا إحنا مش هنقول جديد لأنه كانت لجنة الكرة الموقع الرسمي للنادي والمنظومة الإعلامية أعلنت عنها بخصوص قرارات اللجنة برئيسة الكابت محمود الخطيب النهاردة مجلس الإدارة اعتمد كل القرارات اللي اتخذتها لجنة الكرة خليني أذكر حضراتكم بها وهو اعتماد تشكيل الإدارات الرئيسية لقطاع كرة القدم تشكيلات الرئيسية وهنقولها لحضراتكم لأيه 2018 و2019 وطبعا اعتماد يعني وجود كابتن حسام غالي كابتن فريق نادي الأهلي المعتزل منسقا عاما لقطاع كرة القدم وعضو بلجنة الكرة وأيضا تحمل واعتماد كل المصاريف التي أنفقت على علاج لعب النادي الأهلي رامي ربيع وإن شاء الله يعود أفضل مما كان ليمثل إضافة كبيرة للفريق الأول لكرة القدم في المنافسات والمناسبات اللي هيستهل لها بدور الأبطال الإفريقي إن شاء الله خلوني أذكر حضراتكم بهذه الاعتمادات اللي طرحتها لجنة الكرة على المجلس وفق عليها كاملة الكابتن محمد يوسف هو مدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة كابتن سامي قمصان مدربا للنادي الأهلي كابتن سامير عدلي مدير إداري سيتم استكمال إن شاء الله باقي أفراد الإدارة بقرار منفصل زي ما قلنا لحضراتكم فريق موليد 97 وده فريق الشباب اللي هو الرافد الأول للفريق الأول لكرة القدم هيتولى مدير فني له نجم النادي الأهلي السابق الكابتن عادل عبد الرحمن أيضا سيتم استكمال باقي الجهاز المعاون للكابتن عادل في الأيام المقبلة وبقرار منفصل قطاع الناشئين زي ما حضراتكم عارفين إنه لجنة الكرة أيضا اختارت الكابتن فتح مبروك مديرا لهذا القطاع المهم والحيوي سيستكمل تشكيل المدربين للفرق المختلفة وسيعتمدها مجلس الإدارة بعد الموافق عليها إن شاء الله في جلسات مقبلة الأكاديمية عندنا إدارتين المدير الأكاديمية هو الكابتن خالد بيبو أما الإدارة الفنية فهتكون للدكتور أو الكابتن عبد النبي عشور النادي الأهلي الحقيقة في إطار اهتمامه بقطاع الناشئين والأكاديميات بحيث أنها تكون أو تعود مرة أخرى هي الرافد الأساسي لتزويد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلعبين على مستوى عالي من التميز في خطة طموحة في هذا الإطار واهتمام بالغ الحقيقة من الكابتن محمود الخطيب ومن لجنة الكرة ومجلس الإدارة بقطاع الناشئين وأيضا بأكاديمية النادي الأهلي وساتب مستكمال أيضا تشكيل الأكاديمية أو باقي الأفراد في المستقبل القريب وبقرار أيضا منفصل الكابتن حسام غالي زي ما نوهنا هو منسق عام لقطاع كرة القدم وعضو بلجنة الكرة الكابتن محمد فضل نجم آخر من نجوم النادي الأهلي مدير التعقدات ولو جاز لي أن أعلق الحقيقة على اختيار الكابتن حسام وكابتن محمد فضل فدي ليه فلسفة أعتقد وضحة لجمهور النادي الأهلي وكل المتابعين وهو أن النادي الأهلي بيعد كوادر من أبناء النادي شابة تتمتع بكفاءة كبيرة جدا تتحمل المسئولية في المستقبل القريب تحملها الآن ثم تصبح قيادات طبيعية فيه خلال مواسم وسنوات قليلة قادمة كل التحية والتهنئة للكابتن حسان غالي وكابتن محمد فضل ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في المرحلة المقبلة البعض سألني هل كابتن محمد فضل بديل للمهان سعاد القيعي مهان سعاد القيعي مستشار مجلس الإدارة للتعقدات أما مدير الإدارة فهو الكابتن محمد فضل وده شيء مهم جدا فكرة تواطر الأجيال وتلاحق الأجيال بين المهان سعاد القيعي وبين شاب واعد زي محمد فضل بقول لحضراتكو ده بيعكس فلسفة العمل في النادي الأهلي اللي بيبني من أبنائه كوادر قدرة على تحمل المسئولية وقيادة قطاع كرة القدم في السنوات المقبلة آخر قرار للجنة الكرة هو اختيار الأستاذة حنان الزيني مدير لمتابعة ترخيص ولوائح كرة القدم حنان الزيني كانت منسق لقطاع الكرة الحقيقة الكابتن محمد الخطيب ولجنة الكرة ارتقوا أنهم يستفيدوا بها نظرا لكفايتها الإدارية في منصب جديد ومستحدث الحقيقة بيش موجود في مصر ولا في الشرق الأوسط وهي متابعة ترخيص ولوائح كرة القدم حضرتكوا عارفين أنه كرة القدم أصبحت صناعة وهذه الصناعة مطلوب أنه يكون متوفق مواتي ومتابعة الحياة كلية وحصلت كرة القدم في الداخل والخارج للحفاظ على حقوق النادي الأهل فالحياة لا سبق أخر للنادي الأهلي نتمنى للجهاز الفني ولكل من ذكرنا أسمائهم وتولوا مناصب جديدة داخل النادي الأهلي بالتوفيق خاصة أن القاسم المشترك بينهم هو الانتماء وحب هذا النادي الذي يعيش فيه يعني بين جوانب وداخل قلوب أبناء النادي الأهلي جميعا تابعتم معنا الجلسة اللي كانت بالتوازي وده كان آخر قرار اعتمد مجلس الإدارة أو تابعوا على الأقل أثناء الاجتماع وكان فيه متابعة لمدى اللحظة الحقيقة اللجنة موجودة أثناء عملية البث وبيتابع معهم الكابتن محمود الخطيب كانت مزايدة مهمة جدا أولا أنا عايز أشكر الثلاث شركات الوطنية التي تقدمت للمزايدة الخاصة بحقوق رعاية النادي أولا وكالة الأهرام للإعلان هذه المؤسسة القومية الكبيرة وأيضا شركة بريزينتيشن هذه الشركة الوطنية الكبيرة وشركة صلة وهي شركة مساهمة مصرية بالمناسبة الثلاث شركات الحقيقة كانت فيه منافسة كبيرة جدا منهم وفي النهاية استطاعت شركة صلة الرياضية أنها تفوز بعقد الرعاية اللي بيبلغ نصف مليار جنيه 500 مليون جنيه على أربع سنوات وهذا العقد خاص فقط بحقوق الرعاية دون حقوق البث اللي ليه مزايدة خاصة في جلسة استفسارات لها الخميس إن شاء الله ثم يوم السابت 2 ستة في التساعة ونصف مساء سيتم فض أو فتح المظاريف المالية والنادي الأهلي بيسعى وبيستهدف الوصول لأكبر رقم الحقيقة من خلال هذه المزايدة لتكون الأكبر في تاريخه خاصة أن النادي الأهلي اسم كبير جدا في عالم كرة القدم قيمته التسويقية الحقيقة صحيح لا تقدر بمال لكنها قيمة كبيرة جاذبة لكل المستثمرين والعملين في مجال صناعة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص وبالتالي النادي الأهلي بتاريخه وبطولاته وبإدارته وبرجد هذه الإدارة وحرصها على حقوق النادي الأهلي الحقيقة هي جاذبة وبتمثل مصدر ثقة لكل الشركات اللي بتسعى للتعامل مع النادي الأهلي في أي إطار سواء كان بث تلفزيوني أو حقوق رعاية إن شاء الله يعني النادي الأهلي يصل إلى رقم كبير أيضا للبث التلفزيوني يضاف إلى حقوق الرعاية في النهاية يكون فيه رقم يليق بإسم نادي القرن الحقيقة دا كل اللي كان عندنا اللي لادي أنا بشكر حضراتكم مرة تانية ودائما وأبدا الشكر جزيل وموصول لجمهور النادي الأهلي العظيم ولأعضاؤه اللي بيمثلوا قوة دفع كبيرة للمجلس الإدارة الحقيقة اللي بيعمل للنهار من أجل تحقيق برنامجه الانتخاب المزيد من الأخبار الطيبة بإذن الله شكرا لكم وإلى اللقاء